وإلى الأردن والزميلة سوها جميل يسعد صباحك سوها وما هو هذا الإعلان اللي أثار غضب الأردنيين؟ إلا المنسف أهلا ريم كل عام وأنت بألف خير طبعا راوية صباح الخير صباح الخير هذا الإعلان كان جريئا توصيفه جاء بأنه جريئا تعدى على هذا الإرث هذا الطبق طبق المنسف له خصوصية يعني أنت تعلمين أنه يقدم في مختلف المناسبات في الأفراح في الأتراح لإكرام الضيف لحل المشاكل طبعا في العزائم والولائم ويحمل هوية وله رمزية سياسية ورمزية تاريخية وإرث ولكن هذا الإعلان جاء فجا إن صح التعبير طبعا أثار هذا الإعلان بطريقة الأكل ربما من خلال يعني من بداية الإعلان من التعامل مع العربة حتى الوصول إلى المطعم حتى الوصول إلى من يقدم الطعام كانت الطريقة فجأة لا تليق بتناول يعني هذا الطبق هذا الطبق الإرث الحضاري والتاريخي يعني تناول المنسف يعني بدأ برأس الخروح ولكن هذا أبدا لا يمط بطريقة وبروتوكولات تناول المنسف التاريخية طبعا التناول تكون اليد الشمال خلف الظهر يتم تناوله باليد بطريقة يعني محترمة ومؤدبة وتحمل عديد من المعاني الإنسانية ولكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهموه بأنه أساء جدا لهذا الموروث لهذا الطبق وأيضا يعني ذهب البعض إلى ضرورة رفع دعوة قضائية على أصحاب هذا الإعلان لما قدمه من إساءة لهذا الطبق ربما يعني أن المنسف حاضر والأردن يعني كلما خضر اسم المنسف يحضر اسم الأردن وبالعكس وبالتالي هم قاموا بتشويه هذه الرمزية وهذه الهوية وأيضا كان هناك إعلان لنفس الأشخاص عن مطعم يقدم حلوى الكنافة ولكن كانت الطريقة فجأة وأثارت الغضب ولكن يعني الجميع بانتظار ما ستقوم به يعني الانتقادات من هذا الإعلان والغضب الشعبي الذي أصاب معظم أطياف الشعب الأردني خاصة وأنه يجمع الجميع على حب المنسف وعلى يعني احترامه نعم الله يعينهم طبعا يعني مو شيء ساهل انتقادات كثير وصلتهم وأيضا هناك موضوع آخر علقوا مقلوبين في الهواء إيش التفاصيل يا ساتر يا رب نعم في مدينة من مدن الألعاب الأردنية خاصة في منطقة أرصيفة للحظات أو يعني وقت ليس بقليل يعني علق بعض المواطنون الذين كانوا يلهون في ثاني أيام العيد يعني كانت لحظات تحبس الأنفاس لمن علق في هذه اللعبة وأيضا لذوي هؤلاء الأشخاص الذين كانوا علقين لمدة ليست بقليلة ولكن خلال هذه الحادثة يعني تم تحرك كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وحاولوا السيطرة على الموضوع وخلال يعني عملية الإنقاذ وعملية إصلاح العطل الذي أصاب هذه اللعبة أصيب أحد كوادر الدفاع المدني وهو وكيل والآن يتم علاجه لم تكن الإصابة يعني خطيرة وهو الآن قيد العلاج وتم ريم فتح بحث أو تحقيق في الموضوع للوقوف على أسباب توقف هذه اللعبة وماذا حدث ولكن يعني ربما أن كانت الفرحة يعني لم تنتهي ولم يوقفها هذا الحادث واستمرت الفرحة واستمرت الألعاب واستمر الناس في اللهو في مدينة الألعاب وقد تحدث هذه المواقف ولكن قدر الله ومشاء فعل والحمد لله أن الجميع بخير ولم يصد أي أحد هذا أحد الكوابيس على فكرة لكثير من الناس أنا خلاص بطيب وتحييلي لو أصفالك خاصة في الهواء طبعا طبعا الله يسلم الجميع هم شي جات سليمة ونقول الحمد لله أنا جات على كده يعني ما تفكت اللعبة وهو ما فوت ولكن شي جميل جدا أن الناس يكونوا مبسوطين شكرا لك سوها من عمان شكرا لهذه القصص